جولة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في المنطقة قادته الى الامارات العربية المتحدة معلنا ان معاهدة السلام بين الامارات واسرائيل ابرز خطوة تجاه السلام في الشرق الاوسط منذ 25 عاما المسؤول الامريكي امل بالبناء على هذه المعاهدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة معنا الان من دبي رئيس تحرير صحيفة الرؤية محمد الحمادي مساء الخير سيد محمد مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار الولايات المتحدة تأمل في تحقيق مسألتين اولا توسيع النطاق هذه العملية عملية السلام لتشمل ربما دول اخرى وايضا هناك امل باعادة احياء المسار الفلسطيني الاسرائيلي ما المطلوب عمله اليوم لتحقيق هذين الهدفين برأيك نعم مساء الخير اولا استاذ مهند وجميع المشاهدين اعتقد اليوم بلا شك الولايات المتحدة تشعر بانها حققت انجاز دبلوماسي كبير من خلال توقيع الامارات واسرائيل هذه الاتفاقية التاريخية في السلام في هذه المنطقة لذلك اعتقد اليوم المهم حقيقة والامر الذي يجب ان يتم في المنطقة بكل وضوح هو النظر الى واقع المنطقة اولا بنظرة مختلفة نظرة جديدة الى التحديات الموجودة في هذه المنطقة سواء كانت القضية الفلسطينية او القضايا الاخرى لذلك اعتقد اذا اردنا ان نتحرك الى الامام قليلا اعتقد كثير من دول المنطقة التي هي مترددة في اتخاذ خطوات مشابهة او غيرها اقل او اكثر ان تكون لديها الجرأة في اتخاذ هذا القرار وفق مصالح الوطنية وفق مصالح القضية الفلسطينية وفق الوضع الذي يتطلبه او تتطلبه المنطقة من امن واستقرار وتنمية ورخاء في قادم الايام وزير الخارجية الامريكي اليوم يقول اتمنى ان نستفيد من هذا الزخم من اجل السلام في المنطقة ما هو الدور الذي يمكن لواشنطن ان تلعبه في الفترة القادمة بالفعل لاستفادة من هذا الزخم وربما تشجيع دول اخرى على المضيف في هذا الاتجاه اعتقد العرب لديهم مشكلة مع اسرائيل وهو عدم الثقة في الحكومات الاسرائيلية اليوم كمان ندرك ان هناك اتفاقات سلام قبل اتفاقية الامارات وبالتالي يعني ما تم او ما كسبه العرب لا يرقى لمستوى طموح العرب وبالتالي اذا ارادت الولايات المتحدة ان تشجع او تسير في هذا المسار يجب ان تكون قادرة على ان تضمن ان تكون اسرائيل في مستوى السلام الذي تسعى اليه مع دول المنطقة فمن غير المنطق ان تحصل اسرائيل على سلام مجاني من دول المنطقة وهي تستمر في التوسع والاستيطان في الاراضي الفلسطينية الدول العربية كما انها تريد السلام في نفس الوقت هي تريد حقوق الشعب الفلسطيني وان لا تضيح هذه الحقوق بناء على اتفاقيات السلام مع اسرائيل ومن هنا سيد محمد يعني ايضا اسرائيل الجانب المستفيد ايضا من اجواء السلام هذه لان اسرائيل لاعب اساسي ما الذي يمكن لاسرائيل ان تفعله ما الذي عليها ان تفعله لاعطاء اشارات بان اجواء السلام هذه يمكن ان تتوسع لتشمع الاطراف اخرى اعتقد الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي بقدر ما هو انجاز لاسرائيل هو كذلك اختبار لاسرائيل لحكومة نيتنياهو او الحكومات التالية اليوم دولة الامارات اتخذت هذا القرار الكبير والقرار الشجاع والذي يعني تحصل على انتقادات عليه لكن اسرائيل يجب ان تكون وتؤكد لمن يتفق معها ولمن يمد ليها يد السلام ان تلتزم بما تتفق فيه مع الدول اليوم مثلا مع دولة الامارات مسألة تجميد ضم الاراضي في ضفة الغربية يجب ان لا يكون هناك مساومة او كلام يجب ان تعمل الحكومة الاسرائيلية كل ما بوسعها بان تلتزم بهذا الاتفاق وان تكون في نفس الوقت محافظة على اتفاقياتها مع الفلسطينيين اليوم نحن لا نستطيع حقيقة ان نكون في معزل عن القضية الفلسطينية اذا اردنا السلام مع اسرائيل اسرائيل يجب ان تعرف ان كل الدول العربية هي تدعم الحق الفلسطيني تدعم القضية الفلسطينية بمختلف تفاصيلها وبالتالي اسرائيل تريد السلام يجب ان تقدم للعرب ما يوازي هذا السلام ما يطمئن الدول العربية الشعوب العربية بان هذا السلام ليس سلام مجاني هذا السلام مقابل اراضي ترجع لفلسطين مقابل استقرار في المنطقة مقابل تنمية داخل الأراضي الفلسطينية وهذا الأمر أعتقد التحدي كما قلت للحكومة الإسرائيلية هناك طبعا هذا الموضوع سنبحث بالتفصيل في الساعة الثانية من غرفة الأخفار أشكرك جزيلا شكر الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية كان معنا من دبي